النهاردة بقى عايز اقولكو كده عند فتنة في بعض الفنانات اشتغروا بأدوار كوميودية بس كان السبب في نجاحهم كارزمتهم خفة الدم النشاط البهجة كل مشهد بتعمله بيبقى فيه الخليط ده كله مع بعض زي ضفتنا اللي معانا النهاردة خليني بقى أفاجئكو ونرحب بالفنانة الجميلة اللذيذة اللي دمها خفيف دعاء رجب من ورانا يا دعاء يا حببتي ربنا يخليكي بنورك ذكي سكر يا حسن يا حبب الله اتدخلها دي اه الكلام اه الكلام هلا ايه ايه كارزمة بقى الضد يا فعلا مش مش كفة الدم ومصنع ايه كارزمة فعلا اوه يا حبيب لأ وعلى فكرة الناس كتير ممكن تفتكر من الانترو ان احنا نعرف دعاء من الزمان انا لسنا متعرف على ايه جماعة من خمس دقائق بس احسيتها لو تشقش ايه صاحبي صاحبي عام الناس ايو ايو اي عمضينا خطط بعد اللي حلق انتي نورتينا وروحك الحلوة اول ما دخلتي الاستوديو بصراحة كنا يتحك وبتحذر وانت موجودة الحمد لله، تكسفونيش بجمال، كلام حلو بيكسفني، بجد، الحمد لله، الحمد لله تبونيلي بقى خفة الدم دي أصلاً، يعني لدي داماً أدوارك لذيذة وكوميديا، ودايماً رايحة في حتة صابة والكوميديا، أنا دايماً أشوف أن أي فنان بيقدم كوميدي هو أصحب حيك، أصحب من أنت تعياتي حد، من أنت تدحكي حد، فإنسي أصلاً في حياتك الشخصية، أنت طريقتك كده، ولا هي وراسة، ولا جينات، ولا إيه بالزبت؟ هي تقريباً وراسة، وأنا في حياتي أضعف ما بعمله على الشاشة، يعني بيبقى عندك المساحة أكتر، ونفسك السكريبت ده أنا قطعه وأكمل أنا من عندك سمينة رتجل يا جدعي، يعني كيف التريقة أو كده؟ متنمرة، سيكا، لا لا بني حبيبة قلبي، سيكا، سيكا، لا لا، وكل واحد سكته تختلف عن التاني، نفسكتين، ثلاثة، أربعة كده، يعني نقابل كل المصايب كده بوش بشوش وبتسامة أمل، خير الله أجل، الله أجعله خير، هاي؟ طيب خليني برضو أسألك حاجة أنا أول ما شفتك أنت خسيتي أو قلتلك أول حاجة أنت خسيتي أول، ناس كتير ممكن تكون بقتلغبط في شكلك لأن أنت ما شاء الله عملت ترانسفورميشن رهيبة برضو، أكيد مجهود واضح أن أنت خسيتي أول، وليس مجهود قوي، أحكي لك القصة، لا أنا أريد أن أعرف أتكلمي، أحب أن تتكلمي، أحكي لي، أتكلمي، أبسي، وليه خدت القرار برضو؟ أخذت القرار عشان صحيتي كانت تعبط يعني جيت في سنة من السنين كده بكتش قادرة بقى تحرك خالص انا متفلحة مع شكلي جدا ولبسي وطريقتي وكل حاجة فجيت في وقت كان الصحي تعبط حرفيا بقى فقالوا لي لازم تخسي بسرعة فعملت عملية الحمد لله زبطت بعدها شوية بس طبعا حبي للأكل غط على العملية وكلت العملية بالدكتور بكل حيوبة تمامي وصلنا الحتة حلوة لا بس في فرق فرق اه الفرق باية طب والأدوار بقى تجيلك بعد ما انت خسيتك خلي بالك فيه فنانين ما بترداش تخس عشان هي الكاركتر بتاعتها كده فالأدوار بتجيلك كده والناس كمان بتبقى حبة الشكل ده الحبة الشكل هل بعد ما خسيتي العروض اللي جاتلك مثلا اتدت تقل شوية ولا الناس استغربتك الناس ما بقتش بتعرفك زي زمان في الشارع حال ده تغير ولا لسه زي ما هو لا والله بالعكس العروض بقت احسن وبقت مفتوحة بشكل اكبر شوية بس فعلا الناس بقت تتلغبط فيها يعني فيه ناس كتير ما بتعرفنيش بعد كلم ما يدقى ايه ده هو انت اللي لا ايه اقولهم اوا اوا واعد احكي قصة بقان انا خلستش خالف يا سيكا وانتبس طب دعاء انا بقى ارجع شوية بالزمن الورى واعرف انتي اصلا درسة ايه ودخلت مجال الفن والتمثيل ازاي؟ اه بوسي انا درسة جارة عادي كلية الشعب كله ما فاش حاجة دخلت عن طريق المصرح كنت بمثل في مصرح الجامعة بعدت ست سنين أشتغل ده المصرح أنت دخلة بداية قوية لأن مش أي حد بيعرف يعمل مصرح تحقيق وفادتني كتير جدا في شغلي في التلفزيون والسانمة وكده اشتغلت مصرح حوالي ست سنين وبعد كده من مخرج محمد النقالي شافني كاتكوتا كده زغانتوتا فأخدني أول حاجة عملتها كانت زهرة وأزوجها الخامسة بعدها ده مصرح المصرح الدنيا كنت عيلا زق ردة كده بعدها أستاذ أحمد سقر والمنتج محمود شميس شافوني بقى في كيد الناسة هم اللي رشحوني في كيد الناسة ده أنا أبحثه الدور ده نقلة كبيرة يعني أنا أبحثه كنت بتي مميزة فيه قوي كنت بنت فيفي عبدو الفنانة طبعا الجميلة فيفي عبدو بوجه لها طبعا تحيش هي لزيزة هي لزيزة ماشي على الأرض والطاقة الإيجابية يا فانتو اللي اتنين مع بعض فانا كنتم بتخيلة يا طرق كواليس دي عاملت جاي احنا عملنا جزئين من المسلسل احنا عجنا سنتين عايشين مع بعض يعني كانت أحلى كواليس في الحياة كلها ايه ايه أكتر حاجة فاكريها من الكواليس دي تحكيها لنا انا فاكريا ان احنا كنا دايما مجتمعين على الأكل أنا وقايتن ودينة فؤاد وستاذ أحمد بدير دي أحلى ومدام فيه يعني دعا تجتمع على إيجر انا عارفة انا عارفة هو فيه بالزن خلي بالدر بيعود تريه علي يا لينا تاكل كتير لينا على طول عايزة تاكل لينا تاكل لا بص فيه فرق بين الأكل والفرن اه لا ارى مش بفر على فترة فيه أكل بين الأكل يعني انت بتاكلي ليه بتوفرم فيه فرق كبير بين اتقالت لي موضوع الفرن دي بس مش عارفة ليه لا خليت بالدر يوم التصوير ده فيه مجهود فاليوم اللي احنا بنجي نصور فيه اجعنين ده مش حرق لا هو من قبل الحرق من وينتي جاي صباح الخير هنفطر ايه اتعافى المرعب اصحابه ده الصحابه شكرا هنبقى اصحاب قوي على فكرة انا حبيت لازم اصحب النوم هنفطر ايه ده اكيد او هنقعد في هنأكل ايه وما احنا خرجين عشان نحكي مشاكلنا احنا خرجين طب احنا فعلا خروجاتنا كلها دلوقتي بقت متحددة في هنأكل ايه وبعد ما هنأكل ايه هنشرب ايه طب بعد ما هنأكل ايه وانشرب ايه هنعمل ايه على التكتور هنحلي هنحلي بايه لأول طب والحروجات دي نتمشيش الكلام ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه واخنا نعني عندنا مرسا هوا دي حاجة عادية الناس بتعملها اه خروجة نتمشى نتمشى اه لما اول مرس مع حدي نك